السلام عليكم ورحمة الله طلاب مدارس هبت الله 07 7th grade رح نبدأ بكتاب الـ Action Pack صفحة 56 رح ناخدها بشكل سريع إن شاء الله طبعا كتبنا المعاني بورقة العمل الماضية لما شرحنا قطعة Charlotte Holmes تمام اليوم رح نحكي عن The Best Detective of All Time اللي هو أفضل محققين كانوا موجودين رح نحكي عن ثلاث شخصيات Charlotte Holmes Hercule Poirot و Miss Jane Marble رح ناخد عن كل حدا فيهم إيش كانت طريقته بالتحقيق تمام وبرجع بأكد عليكم يسابع إن هدول الشخصيات كانوا fictional characters شخصيات خيالية مش موجودة على أرض الواقع بتقدروا حتى تشوفوهم بأفلام على اليوتيوب كيف كانوا يحققوا ببعض الجرائم البوليسية ويساعدوا الشرطة هلأ Do you know these characters they are famous professional detectives بقول لك هل بتعرف هاي الشخصيات هم عبارة عن شخصيات أو محققين محترفين ومشهورين اللي هم Charlotte Holmes number one حكينا عنه و Miss Jane Marble and Hercule Poirot People all over the world read the stories of their adventures of watch them on DVDs طبعا الناس العدس المكبرة مستاش شوارب بوك كتاب glasses اللي هي النظارات وبو تاي اللي هي ربطة العنو Charlotte Holmes is more famous than Poirot and Miss Marble بحكيلي انه Charlotte Holmes هو اشهر من Poirot و Miss Marble هدولا detectives او المحققين اللي كانوا معا in fact بالحقيقة he is the most famous detective of all time هو اشهر المحققين على مر الزمان The pieces of his method was observation الأساس كان بطريقته بتحليل الجرائم اللي هي المراقبة observation and observation المراقبة والمراقبة After observing an object he made logical conclusion بعد ما ينتهي من مراقبة الشيء كان يقوم بعمل تحليل او استنتاج منطقي نيجي الى Hercules Poirot اللي هو was less interested in details than Charlotte Holmes كان اقل اهتماما بالتفاصيل من Charlotte Holmes ولكن he was more interested in studying the mind of the suspects كان يهتم اكثر او مهتم اكثر بدراسة عقل المشتبه بهم he thought that the best tools to solve a crime were the little grey cells كان بيعتقد انه افضل ادوات لحل الجريمة اللي هي طريقة little grey cells طبعا هاي طريقة كان بيعتبر حاله هاد المحقق من الناس الجينيس او العبقريين كان بيعتقد انه فيه بعقله خلايا بتساعده على اكتشاف الجريمة وحلها فكان بيعتقد انه هاي الجريمة اسفل بيعتقد هاي الطريقة هي الانسب في حل الجرائم in the brain موجود بدماغه so he sat quietly and thought كان يجلس بهدوء ويفكر بهذا الموضوع سابع من الكلمات مهمة بهاي الفقرة suspects اللي هو المشتبه بهم tools ادوات solve اللي هي يحل المشكلة وهي الverb والنون منها solution تمام وcrime اللي هي الجريمة brain برضو دماغ quietly بهدوء وهي adverb هلأ نيجي ل miss jane marble is less famous than holmes or pirate كانت اقل شهرة من holmes و pirate but more pleasant than them ولكن كانت محبوبة اكتر منهم she didn't look like a detective at all ما كانت مبينة كانها محققة she lived in a small village in the country كانت بتعيش بقرية صغيرة بالبلد and she used her experience of life in her village to solve the crimes كانت بتستخدم خبرتها بالحياة بقرية لحتى تحل المشاكل she was wiser than holmes because she was older than him اذا بحكيلي انه كانت حكيمة اكتر من holmes وذلك لانها اكبر عمرا من in fact بالحقيقة she was the oldest of the three كانت هي اكبر بالعمر فيهم التلاتة يعني اكبر من holmes واكبر من her kilt pirate انتبهوا يا سابع she هون بكل الفقرية بتعود على miss j marble في عندي خلينا نقول صفات مقارنة مثل weiser older في عندي كمان صفة التفضيل اللي هي superlative adjective اللي هي the oldest اللي هي عنهم التلات نيجي الى الاسئلة الموجودة تحت اترجم لكم اياهم بيكون واجب للحل how did charlie holmes solve crimes كيف كان charlie holmes بحل الجرائم according to pirate what are the best tools to solve a crime حسب pirate ايش كانت افضل الادوات لحل الجريمة وwhy was miss marble unusual ليش كانت miss marble غير عادية شو كان المميز فيها حكينا هون تمام والاخ الاخيرة which of the qualities listed in exercise one on page 55 describes the three detectives the best بحكي لي اي من qualities المؤهلات اللي كانوا موجودين بexercise one اللي هو صفحة 55 هون تمام اللي حكيناهم هون بتوصف هدول المحققين التلاتة كافضل محقق فيها ياتيكم لاف